الكتاب الكرسي يمكنكم الانصرافة من هنا أحتاج لبعض الهدوء والآن إن ملكة المدرسة لهذا العام الدراسي بأكمله هي تكون مياه مرحى أنا سعيدة جدا مرحى يمكنكم أن تهنئوني الآن ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ لم يأتي أحد إلى هنا؟ لا بأس يا مياه فأنت تكونين ملكة المدرسة؟ ما الفائدة من أن أكون ملكة هذه المدرسة إن كان لا أحد يتحدث معي؟ أقلها لديك وشبة غداء مجانية في المقهى قولوا لي أليست هذه النكتة التي أقولها مضحكة؟ هاي أيما ربما يجب علينا أن نذهب من هنا الآن دعنا نذهب أنا لا أستطيع التحمل هاي توقفوا ما هو رأيكم؟ بالقليل من المال إذن؟ سوف تبقون هنا وتقومون بسماع جميع النكة خاصة للمدة التي أريدها حتى لو كانت غير مضحكة أفهمتم؟ لقد فهمنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة جيد جدا يا ليلى يا لكي من فتاة قوية هاي أنت لا تبالغ أنت من يقوم برفعها أفهم هذا لا بأس لا بأس مرحبا يا رفاق كيف الحال؟ فيل صباح الخير فيل ماذا تريدين يا ليلى؟ هل تستطيع الخروج في موعد؟ هاها ولماذا أفعل؟ أنا لا أخرج في موعد مع مجتهدات مثلكي كيف يتجرأ هذا الفتى على التكلم بهذا الشكل مع ليلى؟ من فضلك فيل سوف تكون سعيدا جدا بهذا كان من الأفضل لك أن تدهني حبوبك بهذا المال لكن حسنا أنا موافق هذا الشيء ليس عادلا أبدا ليلى أنا عندما أتسكع معك أنت لا تدفعين لي لأنك فتن فاشل يا جاكسون لا أحدا يستمتع في قضاء الوقت معك إن هذا صحيح أما فيل فهو شاب رائع جدا فأي فتاة تتمنى أن تكون برفقته إذن هيا لنخرج بسرعة في موعدنا لأنني يجب أن ألتقي بمياه لاحقا لنذهب كما تريد إذن إن فيل هو فتن سخيف هو قد أفسد مزاجي جيد كيف حالكم اليوم؟ يجب أن تكونوا مستعدين جدا أنتم جميعا سوف تخضعون اليوم للاختبار مرة أخرى؟ نعم هل هناك أي أمر لا يعجبكم بهذا؟ بالطبع هذا لا يعجبنا أيها المعلم لدينا كل يوم اثنين اختبار جديد لا نمنك الوقت الكافي لهذا هذه ليست مشكلة لو كنتم تريدون علامات جيدة يمكنكم أن تدفعوا المال لي تماما مثل ليلى سامحني على التأخير عن الفصل سيد أليكس هذه ليست مشكلة مياه أنت هي ملكة المدرسة مسموح لك شكرا جزيلا مرحبا يا رفاق شكرا لتصويتكم لي لأصبح أنا الملكة هاي هاي ماذا تقول هذه؟ أن رائحة الفقر تفوح منها مقرف ميا لم يشارك أي أحد في هذه المسابقة لا أحد يهتم بملكة المدرسة يا طلاب هيا أصمتوا جميعكم لدينا درس هامون الآن نحن لدينا اختبار من فضلك يا سيد أليكس هل يمكنني أن أقوم بإهداء رفاق بعض الأشياء بسرعة؟ الهدايا شيء رائع لا بأس لكن بسرعة ممتاز خذي هذه لك آه هل هذا مشبك الشعر؟ بكل تأكيد ولكن في الحقيقة إن هدية جاكسون هي أفضل بقليل وهذه الهدية لك تفضل هذا قلم؟ مهم وما هي حاجة إليه أنا أملك الكثير منه؟ آه ولكن هذا القلم سوف يساعدك جدا في الاختبار وأيضا إن لم يكن لدي المال كي أقدم لك هدية أفضل هذا يكفي هل انتهيتم؟ هيا اجلسوا وابدأوا جميعا في كتابتي هذا الاختبار كما تقول يا سيد أليكس أريد مساعدتك إيما أنت فتاة ذكية آه أجل مئة دولار لماذا يكون التعامل معكم صعب أيها الفتيات؟ إنهم لك من الجيد التعامل مع شخص مثلك إذن أنت هيا اجلس في مكانك تسرق الأجوبة منها بهذه السهولة فو ليلى ما الذي تفعلينه؟ آه انتظر أنا لم أعتد على الخروج بأظافر طويلة آه وهل يجب علي أن أبقى معك هنا وقتا طويل؟ آه من فضلك يا فيل دعنا نجلس قليلا بعد نحن لم نخرج عبثا في هذا الموعد آه لاحقا لقد حان الوقت لكي أذهب أنا آه انتظر فيل آه أنا سوف أدفع لك المال الكثير قل لي كم تريد؟ لا شيء أنا لدي لقاء مهم الآن آه لكن أنا معجبة بك وأنا أملك المال كيف لا يثيرك كل هذا؟ لأنني أراكي مجتهدة ومملة وغبية آه وإن كان جاكسون وإيما هم أصدقاؤك فإن هذا الأمر لا يعنيني أبدا آه وإلى أين ستذهب أنت؟ آه ميا سوف نتقابل أنا وهي في المساء عن أي موعد تتكلم؟ انتظر ماذا يحدث؟ أنا قلت لك أنه يجب علي لقاء صديقة ميا ميا انتظر هل أنتم تتوعدون؟ لا لكن أنا أريد هذا أتمنى أن تبادلني هذا الشعور لكنها فتاة فقيرة ولتكن كذلك على الأقل هي فتاة جميلة جدا بالإضافة إلى أنها ممتعة لقد حان الوقت كي أذهب أنا آه لا فيل انتظر أنا سأدفع لك المال آه يبدو أن المال من غير جدوى لا لن أتركه يذهب من يدي بسهولة فيل سيكون لي فلا يوجد أحد مطلقا يمكنه أن يقول بوجهي لا فيل أنت فعلا مضحك جدا ميا أنا سعيد لأنك وفقتي على الخروج معي في موعد غرمي بكل تأكيد فأنت هو أجمل شاب في المدرسة وخاصة أنني أستمتع معك جدا آه هذا إن كلامهم الودود هذا يثير غضبي آه اسمع كنت سأكون أسعد فتاة لو أنك أصبحت حبيبا لي آه آه ولكن لماذا لا فل هل أنت جادا بهذا؟ نعم بالتأكيد أنا أيضا معجب جدا بك يا فتاة آه ما هو هذا الذي قد حدث للتو؟ فيل وميا وهم في علاقة معا آه مرحب مرحب يكفي لا يمكنني مشاهدة هذا بعد هذا مقرف آه لماذا اختار فيل فقيرة؟ ما هو الشيء المميز عندها ولا يوجد بي أنا؟ لا بس يجب علي كسب قلبي فيل وأخذه من ميا بأي ثمان هم ويبدو لي أنه قد وجدت خطة المال آه كلا لكن لماذا يا سيد أليكس؟ إنها طريقة ممتازة كي تكسب الكثير من المال ليلى هل أنت تقترحين علي أن أقوم بطرد ملكة هذه المدرسة؟ نعم وهذا لا يعني أنه عليك الصراخة في وجهي لأنني أعرض عليك المال لقاء هذا آه وليكن أنا لست مستعدا لأن أطرد ميا من هذه المدرسة هم ماذا أفعل؟ لقد وجدتها آه إنه لك آه أنا لا أحب ارتداء مجوهرات ذهبية لذا يمكنك عدم المحاولة حتى آه إذن إذن ماذا؟ تحتاج لي كي تقوم بترد ميا آه أنا لا أعلم حتى أظن أنه عندما تصبح أسوأ منك سوف أقوم بذلك هم هل تقول عندما تصبح أسوأ مني أنا؟ آه نعم لكن أظن أن هذا الأمر لن يحدث أبدا هم حسنا إذن سوف نرى هذا قريبا آه لما جميع التلاميذ في هذه المدرسة لا تعجبهم ميا بالرغم من أنها فتاة رائعة جدا حسنا إذن لقد وصلنا الآن آه ميا من فضلك يقول لي إلى أين قد أتينا نحن الآن؟ سأخبرك نحن قد أتينا إلى منزلي طبعا آه إنه منزلكي إذن آه إنه يشبه الشرف أكثر من كونه منزل هاي ولكن لماذا تقول هذا الكلام يا فيل؟ لأنه في الحقيقة لم أكن أعتقد أنك تعيشين في مثل هذا المنزل أنا أعيش هنا لأنني فقيرة ولأن والداي وضعاني في المأوى وقالوا لي إنهم لا يستطيعون أن ينفقوا عليه أنت مسكينة أنا أشعر بالأسف عليك ولكن أنا لا أتدمر هذا لأن معلم الفصل آليكس دائما ما يقوم بمدحي وأيضا لأنك موجود أنا لا أشعر بالحزن معك على الإطلاق آه اسمعي ميا لقد خطرت لي فكرة رائعة جدا ما رأيك بأن تعيش معي؟ مهلا هل تريد هذا الشيء حقا؟ بالتأكيد فمنزلي كبير ويكفينا نحن الاثنان معا إذا كنت أنت متأكدا بخصوص الأمر فهيا بنا وافقوا على هذا ممتاز إذن قمي بتوضيح جميع أغراضك وهيا لنذهب لأريك منزلك الجديد آجل هذه الأكياس كلها مجرد قمامة لا أكثر وأنا أظن أننا لن نحتاج لها أبدا لنذهب لنذهب بسرعة إلى منزلك أنا لا أفهم أين إما وجاكسون؟ لقد قلت لهم أن يأتوا في وقت الغداء أتينا ليلى هل الأمر عاجل جدا؟ لقد كنت أريد أن أتناول بعض الطعام لا داعي لي أن تقلق سيكون لديك الوقت لذلك لكن لا تقولي لنا أنك تريد أن نسمع مزاحكي مجددا لنا تحمل هذه المرات الثانية بكل تأكيد لا داعي لي هذا في هذه المرة الأمر أبسط بكثير علينا أن نطرد مية من المدرسة ماذا؟ ليلى أتمزحين؟ إن هذا الشيء غير ممكن ولماذا أنتم غير واثقون من نجاح هذا الأمر؟ إنها الطالبة المفضلة لدى السيد أليكس إنه لن يطردها بأي شكل وأنا أقول سيفعل لنذهب يبدو أنها فقدت عقلها حلعين يبدو أنكم نسيتم تماما من صديقتكم نسينا المال بما أن الأمر هكذا يجب علينا مساعدة صديقتنا نحن لن نتخلى عنك أبدا إذن يا ميا إنها الغرفة الأخيرة وهي غرفة خاصة للضيوب فيل هل هذا هو المنزل الخاص بك؟ إنه يبدو مثل قلعة كبيرة لا داعي لأن تبالغي لا بل أنا جادة كيف استطعت أن تقوم بشراء هذا المنزل الضخم؟ أنا في الواقع أنا فتى غني جدا لكنني لم أخبر أحدا بهذا الأمر وفي الحقيقة أنت فتى رائع جدا فيل إن هذا غير مهم انظري الآن هذا هو منزلك الجديد ماذا؟ لا يمكنك تخيل مدى سعادتي الآن بهذا المنزل إن هذه فقط البداية لحياتنا الهنية المشتركة معا رفاقي لماذا قد أطلتم هكذا؟ هيا خذ هذا وقم بسكبيه في هذا الكأس كما تريدين لكن كن حذرا جدا أن لا تسكبه على جلدك حينها لن نستطيع مساعدتك آه نعم أنا لما كن أنويف على هذا رفاقي هيا أسرع قليلا أظن أن المعلمة سيدخل إلى هنا كل شيء جاهز الآن أعذروني على التأخير الذي حصل يا أولاد هل أنتم مستعدون لدرس الكيمياء هذا؟ بالطبع نحن جاهزون قد جهزنا أنفسنا لهذا الدرس إذن إن هذا رائع والآن من يريد أن يخرج إلى هنا كي يصنع تجربته الخاصة به أجل لقد درست هذا ولكن كيف أقوم بها؟ ما الذي يوجد في هذه الورقة؟ هاي ميا افتح الورقة بسرعة هذه هي المعادلة التي أحتاجها من أجل التجربة يا سيد أليكس أنا جاهزة كي أقوم بها إذن إن هذا متوقع أنت تعلمين كيفية تحضير السودا باستخدام هذه المواد بكل تأكيد هل هذا صحيح؟ بكل تأكيد يجب علينا أن نأخذ هذا ونقوم بسكبه فوق هذا نعم نعم هذا صحيح مهلاً ما الذي يحدث؟ اوه اعذرني يا سيد أليكس أظنني لن أنجح في تحضير السودا ايه ميا ما الذي فعلته؟ سيتوجب عليك الآن شراء طاولة جديدة مهلاً سيتوجب علي شراء طاولة لكن أنا لا أملك المال لهذا يا لك من فتاة فاشلة جداً ميا اوه أنا أعتذر جداً أنا لم أقصد أن يحدث هذا دعكي من هذا ميا لا دعي لشراء طاولة جديدة أنا سوف أقوم بإيجاد الحل تفضلي ها نحن قد وصلنا ميا أنا لا أصدق هذا يا لهذا المكان الرائع الجميل مساء الخير أنا أرحب بكم في أفضل متجر للملابس في هذه المدينة الآن أنت أصبحت حبيبتي ولن أسمح لك بارتداء مثل هذه الملابس الرخيصة مطلقاً فيل هي لك من فتاة رائع جداً والآن يا ميا اختاري كل ما ترغبين به هل أنت جاء؟ وأنا سوف أساعدك الآن في انتقاء أفضلي الملابس والآن ما رأيك به؟ هل هو يعجبك حقاً؟ إن هذا رائع يا ميا هذا الثوب يليق عليك جداً أشكرك يا فيل إنك تعيرني الكثير من الاهتمام إن هذا يليق بك يجب علي الآن أن أذهب إلى الفصل كي يرى زملائي فستانياً رائعة هذا أنا أتخيل ردة فعلهم عندما يقومون برؤيتي هل رأيتم وجهة عندما سالت الأمور بعكس ما تريد؟ أجل فقط كانت فكرة رائعة جداً أنا أضع لها الحمضة بدلاً من السكر أنا متأكدة أنها ستأتي وهي تبكي إلى هذا الدرس مرحباً بكم يا رفاق يا إلهي يا له من فستان رائع بالفعل ميا ما هذا الذي ترتدي لهم؟ من أين حصلت على كل المال؟ لما أنت لست قلقة بخصوص ما قد حدث في فصل أليكس؟ حسناً سوف أخبركم إن كان هذا يثمر فضولكم يوجد لدي سر صغير أن أملك حبيبة منه رائع بالفعل لن تستطقوا لم يعد يمكنني أن أسمع المزيد أنا لا أفهم إلى أين ليلى قد ذهبت؟ لا أعلم لكن من الأفضل أن تكوني حذرة مياه داكم من هذا يا رفاق ماذا يمكنها أن تفعل لي الآن؟ سوف أفعل هذا أوه أوه ما الذي تفعلينه؟ حسناً وأصابتني أنا أيضاً لكي تعلمي أن التباهي ليس شيئاً جيداً أبداً حسناً يا طلاب ما الشيء الذي يحصل هنا؟ هل تتخيلوا يا سيد أليكس؟ ميا أتت للدرس من غير بدلة المدرسة آه ميا ما الذي حل بثوبك؟ لما هو مبلل بهذا الشكل؟ آه هي كانت تلعب مع جاكسون بأسلحة المياه صحيح فنحن قررنا أن نستمتع مع بعضنا آه هذا ليس صحيحاً أبداً دعينا من هذا ميا اذهبي وبدلي ملابسك واذبي للصالة الآن آه أنا لست مذنبة بأي شيء أبداً آه إن هذا لا يهمني هيا بسرعة اسمعيني آه ميا اهدئي آه اهدئي يا حبيبتي أنت تبكين الآن لماذا؟ آه أنا لا أصدق أن ليلة أوقعت به للمدد الثانية وهي قد أحرجتني جداً أمام المعلم إن ليلة مذنبة بهذا الشيء آه بكل تأكيد إنها تكرهني وهي تفعل هذا الشيء بشكل دائم ولكن يا ميا لماذا أنت لا تقومين بالتصدي لها؟ أنا أنا ببساطة أخاف منها صحيح أنها مجتهدة وهي فتاة تملك نقوداً كثيرة إضافة إلى ذلك أنا أشعر بأنها فتاة مجنونة آجل اهدئي بشأن هذا الثوب أنا سوف أشتري لك واحداً جديداً أنا أملك فتاة يهتم بأصغر التفاصيل التي تخصني لماذا فعلت هذا يا ليلة؟ آه؟ ما الذي حدث فيل؟ أنا لا أفهم ما قصدك لكن لما؟ يجب على الفتاة الأقرب لي أن تبكي بسبب أفعالك آه لا أعلم لم أقوم بلمسها ليلة إن هذا يكفي إن فعلت هذا مجدداً سوف تندمين جداً هاها لقد أخفتني جداً لن تستطيع فعل شيء لي أبداً آه أنظري لا تقتلبي منها هم؟ وما الذي سوف يفعله؟ لن يهدأ لي بال قبل أن يطرد الفتاة من المدرسة إذن سوف نأخذ كل شيء من هنا الآن لم أكن أعتقد أن هذا صعب آه والآن يا رفاق هل سيطول تحضيركم لكل شيء؟ نحن انتهينا يا ليلة لقد فعلنا كل شيء طلبته هذا رائع سوف نرى الآن إن كان المعلم وأليكس سوف يغضب من مياه أم لا هذه طاولة جديدة مزعجة آه سيد أليكس لقد بدأنا الدرسة للتو وأميها لم تحضر بعد يجب عليك أن تقوم بتوبيخها على ذلك التأخير أنتم دعوها تسترخي لبعض الوقت فهي كما تعلمون ملكة المدرسة ولديها مسؤوليات كثيرة كي تقوم بها صباح الخير يا رفاق أعذرني على هذا التأخير يا سيد أليكس إنها ليست مشكلة مياه أنا أعرف تماماً أنه لديك بعض المسؤوليات آه مهلاً أين ذهبت حقيبتي؟ لا بس سوف نقوم بالمتابعة معاً آه يا سيد أليكس أنا أعتذر ولكن أنا اليوم لا أملك دفتراً أو قلماً على الإطلاق آه هي ليست مشكلة هيا اذهبي لمكان كيميا شكراً لك يا سيد آه الآن سوف نعود إلى دفتر آه أنا سقطت على الأرض آه ميا لماذا أنت فوضوية هكذا؟ وقد قمت بكسر كرسي هذا الفصل أيضاً هذه المرة الثانية هذا اليوم يجب أن تكوني أكثر حذراً قليلاً لا يا رفاق أنا لم أقصد أن أفعل هذا آه هذا الكلام لا يهم لأننا نحن نعلم أنك ستقومين مجدداً بكسر شيء من هذه المدرسة آه أجل اسمعوا هيا اتركوا ميا وشأنها آجل معك حق على الأقل أن تقف بجانب قليلاً يا معلق آه لا تقلقي ولكن في الواقع أنت مذنبة بعض الشيء فأنت تخطئين يا سيد أليكس أنت أيضاً تقف ضدي معه آه أنا أعتذر ميا لكن يجب عليك أن تكوني أكثر حذراً بقليل لكن لماذا 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 يحدث هذا الشيء معي أنا لا أحد يحبني مطلقاً هيا هي دائمية فقط لا تبكي اسمعوا يا طلاب ما رأيكم بأن نذهب الآن للمقهى مع بعضنا البعض نذهب سوياً هل تقصد أننا سنكون فريقاً حقيقياً؟ لم لا ومن سوف تنظم هذا الموعد هي ميا آه يا رفاق لا داعي للقلق أنا سوف أطعمكم طعاماً لذيذاً لكن لا تقول لي أنه يجب علينا أن نجلس في نفس المكان معاً لا داعي للقلق سيكون الأمر ممتعاً أنا أعدك لماذا تأخرت ميا إلى الآن؟ مرحباً يا فيل ميا أين كنت طوال اليوم أنا قلقت عليك آه عذرني كان علي أن أساعد السيد أليكس بالأوراق إن حياة ملكة المدرسة مليئة بالمسؤوليات الصعبة إذن لا بأس لقد حان وقت النوم هل أنت تعلمين هذا؟ بكل تأكيد ولكن أنا أشعر بالإحراج منك قليلاً هيا استرخي ميا خذي إن هذا من أجلك شكراً لك إذن قوم بتبديل ملابسك وقوم بالنوم هنا تصبحين على خير يا لهم شاب ودود ولطيف جداً إن جميع الفتيات يحلمون به حسناً إذن هم لك أجل وماذا علي أن أفعل؟ ها إذن اسمع فهمت سأفعل لا تنسى إنني أعتمد عليك ها نحن ذا تفضلوا بالدخول مهلاً يا ميا أين هو الطعام؟ هل أنت تريدين أن تقوم بإطعامنا هذه الأطباق؟ بالطبع هناك خطأ ما أيها النادل قولي لي أنا أسمعك جيداً لقد حجزت اليوم طاولة في مطعمكم ولكن حتى الآن لم يحضر الطعام على الإطلاق أنا أعتذر فأنا لا أعرفك أبداً هذا صحيح لأننا اتفقنا على هذا الموعد عبر الهاتف ميا أنا قد طلبت منك بشكل خاص أن تقوم بتنظيم هذا الموعد أنا لا أعلم شيئاً عن هذا وبالمناسبة إن هذه الطاولة محجوزة لأشخاص آخرين هذا يعني أنك قمت بخذلنا جميعاً لا داعي للقلق ولا تحزنوا على ما حصل يا زملاء تعالوا معي وسوف أريكم مكاناً رائعاً أنا أعتذر يا سيد أليكس أنا بالفعل أحضرت كل شيء ولا أعلم ما حدث أنا أظن أنه لا يجب علي توكيلك بهذه المهام مجدداً أنت لا تتعاملي معها بشكل جيداً على الإطلاق أنا لا أعلم لماذا الأمور تسير معي بشكل سيء هكذا بأي حال سوف يكون بيننا حديث جدي بشأن الأمر تعالي معي الآن أنا قادمة حسناً يا سيد أليكس لماذا أنت أحضرتني إلى هنا؟ يا ميا كيف علي أن أقولها لك؟ هل هذه هي اللحظة التي قد انتظرتها طويلة؟ تعلمين ميا أنا أظن أنه عليك أن تقوم بأخذ إجازة صغيرة من المدرسة لماذا سوف أفعل؟ أنا لا أطالب بإجازة فكل شيء يعجبني إذن مع الأسف سوف أضطر ليخبرك بخبر حزين جداً بالنسبة لك ها لا تقولها أرجوك أظنوني فهمت عليك هيا بسرعة سيد أليكس أخبرها بهذا أنا سوف يتوجب علي أن أقوم بسحبي لقب ملكة المدرسة منكي لقد نجحت خطتي بعد جهد كبير لا أظن أنه قد خطرت لي فكرة كي أقوم بزيادة الأمور سوءة إهدائي قليلاً يا ميا أنا أفهمك جيداً أنت حزينة لأنك سمعت هذا الكلام لكنني لم أطردك من المدرسة لا أنت لا تفهم شيئاً على الإطلاق أنت كسرت فؤاتي بهذا الكلام يا أستاذ يا نادل هل ما زلت هنا؟ مرحباً وماذا تريدين؟ انظر لقد عجبتني جداً طريقة تنفيذك لعملك لذا سأوكلك بمهمة جديدة سوف أنفذ كل شيء أتمنى أنه في هذه المرة أيضاً لن تخضلني إن رائحة المنفوف هذه كريهة مرحباً بيكي ماذا؟ حسناً ماذا بك؟ هل تريد القول أن هذه الطاولة محجوزة بالفعل؟ لا أنا أريد أن أعتذر يبدو أنه في المرة السابقة قد أخطأت بشأنك ونسيت تماماً أن أقوم بحجز الطاولة لكي ولماذا تقول هذا الآن؟ لم يعد هذا الكلام قيمة بعد الذي حدث معي حسناً انظري أنا أريد أن أصحح سوء التفاهم الذي حدث وخوذي هذا؟ إن هذا الطبق لك أنت أنا سوف أتناول هذا الطبق ولن أشعر بالحسن بعد الآن أنا لا أعلم شيئاً عن هذا وبالمناسبة إن هذه الطاولة محجوزة لأشخاص آخرين لماذا قد تأخرت ميا؟ أنا أريد مشاهدة فيلماً معها لكنها تأخرت أنا لست سعيدة على الإطلاق لا يوجد أحد يشفق على حالتي ميا لماذا أنت حزينة؟ المعلم قام بأخذ منطبي الملكات مني مسكينة ميا أنا أشعر بالأسف إذن إن هذا يكفي يا فر هيا اذهب أريد البقاء لوحدي أجل حسناً تصبحين على خير سوف أحضر لك زي النوم كي ترتدي صباح الخير حبيبتي أنا قد حضرت لك الفطور صباح الخير صباح الخير لقد قررت إحضار الطعام لك إلى فراشك لأنك كنت حزينة أوه شكراً جزيلاً لك يا حبيبي يا لك من فتى رائع جداً لماذا رائحة فمها كريهة؟ ماذا قد تناولت البارحة؟ أوه يبدو أنني لست بخير أوه بسرعة 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 يا إلهي من الواضح أن ميا اليوم سوف تبقى في المنزل مرحباً يا رفاق لما أنتم سعداء هكذا؟ مرحباً فيل ألم تخبرك ميا بما قد حصل؟ إنها لم تعود ملكة المدرسة مسكينة أظن أنها كانت حزينة جداً إي إن هذا ليس مضحكاً كفوا عن هذا إي رفاق ما رأيكم بتفويتي هذا الدرس؟ أنا لا أعارض لا ليلى أنت تعلمين أنا لا أفوت الدروس أبداً وماذا الآن؟ لا بأس بما أنك تريدين هذا هذا رائع هاي ليلى هل أنت لن تذهبي برفقتنا؟ أهلا يجب أن أناقش أليكس بموضوع ما أنتم اذهبوا إن الأمر لا يعجبني أبداً يجب علي أن أعرف الآن ماذا تفكر ليلى إلى متى؟ سوف أنتظر أين الجميع؟ هل قرروا عدم الحضور؟ أين هم إلى الآن؟ مرحباً سيد أليكس مرحباً ليلى أين هم الجميع؟ لم يأتوا إلى الآن إنهم يشعرون بالسوء لن يحضروا اليوم أبداً سنعلم الآن ما التي تخفيه هذه الفتاة التي اسمها ليلى اسمع لقد قلت لك أنني أريد أن تطر دمية بالطبع لكنها كانت ملكة المدرسة ولم أستطع فعل هذا الأمر ماذا؟ أتمنى أن هذا قد تهيى ألي الآن ولن يحصل شيء إذن آمل أنك لم تغير رأيك بهذا إذن؟ أوه واو إنه مال كثير ماذا إذن؟ هل أنت موافق؟ بالطبع وخاصة أن مية في الآوينة الأخيرة خذلتني كثيراً لا أعلم لماذا كيف يتجرؤون على فعل هذا الأمر مع فتاتي أنا؟ لن أدعى هذا يحدث ببساطة الآن أوه لما يؤلمني بطني كثيراً هكذا يبدو أن الصادوش التي تناولتها أمس لم تكن طازجة مية هيا وضي بأغراضك سوف نرحل تمهل إلى أين؟ هيا قل لي إن هذا لا يهم لن نبقى هنا بعد الآن وماذا عن المدرسة؟ وجميع الرفاق؟ لسنا بحاجة لمدرسة سنذهب لواحدة أخرى أخبرني ما الذي يحصل هنا؟ هيا أخبرني سأشرح لك كل شيء على الطريق هيا حسناً الآن ستأتي مية وسيتم طردها من المدرسة وفيل سيوعدني أنا هكذا لكن أين هي؟ لقد مر نصف الدرس ولم تأتي بعد ألا ترين هذا؟ لا تقلق أبداً سأتصل بفيل وأعلم كل شيء ها؟ أهلو ليلى آه أهلو فيل أين أنتم؟ تعالوا للمدرسة فوراً نحن لن نأتي إلى المدرسة اليوم كيف هذا؟ لماذا؟ لقد رحلنا للأبد رحلتم؟ إلى أين؟ لن ترون مجدداً أبداً تمهل وماذا عني؟ كان يجب علينا أن تواعد ألو فيل فقد أغلق الخط إذن يا ليلة متى سيأتون إلى هنا؟ فيل أنا لن أرى فيل مجدداً هلا